موسيقى موجز الأخبار من قناة الغد المشرق أهلا بكم أعلن التحالف العربي تدمير منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالطائرات المسيرة وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن ميليشيات الحوثي تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية مشيرا إلى أن الهجمات العبرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرا وفي إطار القانون الدولي الإنساني وأكد التحالف أن الإنقلابيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريا لإطلاق عمليات عدائية حمل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف الحجرف ميليشيات الحوثي مسؤولية استخدام المدنيين دروعا بشرية جاء ذلك في بيان رحب فيه الحجرف بتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بشأن ادعاء الميليشيات الحوثية باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة وأشهد الحجرف بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف أنها ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية بصليب الأحمر المتعلقة بإدعاء الميليشيات الحوثية توصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في مدينة حرض بمحافظة حجة وأقالت مصادر عسكرية أن الأحياء الجنوبية والغربية للمدينة شهدت مواجهات هي الأعنف بين الطرفين وأوضحت المصادر أن المعارك تزامنت مع غارات مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع وأليات للميليشيات الحوثية وسط وشرق المدينة خلفت قتلى وجرح وشرت المصادر إلى أن القوات الحكومية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين غرب مدينة حرض تمكن مشروع مسام خلال الأسبوع الثاني من فبراير من انتزاع أكثر من 1800 لغم من زرعة ميليشيات الحوثي في مختلف مناطق اليمن وبلغ عدد الألغام المنزوع منذ بداية مسام حتى الآن 320.558 لغما وعبوة ناسفة زرعة ميليشيات الحوثي الإنقلابية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحظ المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن أعلنت شركة النفط اليمنية في عدن رفع أسعار الوقود إلى 948 ريال يمني لكل لتر وأكدت شركة النفط في بيان بأن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا وتشهد العاصم عدن والمحافظات المجاورة لها أزمة وقود حدة بعد أن أغلقت محطات بيع الوقود أبوابها بسبب عدم تزويدها بالمشتقات النفطية نهاية الموجز شكرا لكم إلى اللقاء